حلقة الليلة غادي تكون ربما ترات لك بحالها وإذا ما شي لك غادي تكون لشي حدك تعرفه حلقة الليلة خاصك ضروري ولا بد أنك تسمعها وتشاركها باش هادك الثقف انتع الثقة في غير الله تنقص لك ونتعلمه بل أنه القلوب ما تتعطى إلا لله وحده وإذا تتعطى تلعب تتعطى لي في الحلال وبوحدة نسبة المئوية اللي هي منطقية باش في الأخير ما يوقعش لك كيف موقع النجاة في حلقتنا الليلة سلام سلام مرحبا بكم معنا في قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من لنا كنت تكونوا بأخير وإلى أخير أموركم هانية أحوالكم طيبة واشتوحشوا المؤنسة ديالكم كيف مما هي توحشاتكم مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من حلقة هذه حكايتي الحلقة صراحة لي مكرهش كل شي يشوفها بحل بزاف ديال الحلقات للعبرة والاستفادة قبل ما ندخلوا في القيصة ديالنا خلينا نقول لكم هو اللول ما تنسونيش من أنكم تضغطوا على زر الإعجاب التحت لما تكلفكم حتى شي مجهود وإذا كنتي مازال مشتركتش للقناة شنو باقي ما زال كنتمنا كون من العائلة راحنا مرحبين بألف لمية خلي ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنا بدأ أنا ناجات أنا إنسانة لكتنتمي العائلة عادية وبسيطة بزاف ما عندنا شو مخصناش الأصل ديالي من البادية ونقرأ حتى وصلت للسادس بسدائي وحيش وصلت لواحد المرحلة ديال الإعدادية اللي ما كانش عندنا في الدوار فغادي نتقلم دينا وقلس مع عمتي وبقيت كان قرأ تماما حتى غادي نوصل للثانوي وننشط طلبك ديالي هذه المدة كلها دوسها قصحة مع عمتي لأنها ما كانش كتعاملني مزيان ولكن صبرت لأنه ما كانش عندي اختيار إذا تشكيت معناه بللي أنه غادي نبقى في العربية وفي القرية حيش ما عندناش إمكانية أننا نكري وأنا ذاك كنت في قريتي واحد الإنسانة اللي هي مجدة ومجتهدة وكنت من الأوائل ورغم كل شي كانوا النقاط ديالي طالعين غادي نشط الباك ديالي وماما حيش كانت حاملة أنا ذاك فولدات ودخلت في غايبوبا بسبب الحمل ديالختي وتبرزت معها في الوقت اللي نفسه كنت كان دفع للمدارس باش نشوف فين غادي نقرم باعد الباك جاوزنا هاد المرحلة وهنا بديت كنحس بلي أنه كنهز في المسؤولية الأب كان بعيد علي وما تديهاش فيه وعمرني أصلا ما حسيت بالأبوة دياله أنه يكون قريب لي ولا يوفر لي ذاك الشي اللي بغيت حيش أصلا هو عنده غير الدراري ونفضل لهم على البنات ومعا ما خرجوش لي يعني ذاك لا مدارس لحتاش حاجة فغادي ندير تكوي المهاني ومشيت سكنت مع عمتي حتى سهلت ذاك المرحلة وغادي نخرج وغادي نكريب بحدي علما أنه وليديا ما تتقبلوش هاد الفكرة خصوص الأب ديالي قليب لي أنه ما عندناش البنت اللي تخرج وتكريب بوحدها غادي نقنعهم وأخيرا غادي نخرج نخدم وغادي نكري وغادي نخلص على راسي كرايا غادي نكري بفضل واحد الصديقة ديالي اللي عندها عمها اللي غادي تتعامل معايا مزيان ودبرت لي على خدمة في باتيسري وبديتك نحس باللي أنني بغا نوصل لذاك شي اللي بغيت غادي ندخل في نفس الوقت للجامعة العام الأول غادي نجحوا وجا الصيف وبديت كان نوجد للعام الثاني ديالي اللي غادي ننجح فيه حتى هو جا الصيف الآخر وبديت كان نقلب على خدمة ما لقيتهاش هنا قررت باش أنني نمشي لدارنا عطلة من بعد غادي عيط لي السيد اللي أنا كاري عنده وقال لي يا بنتي ناجات راني ضبرتليك على واحد الخدمة عنده واحد السيدة في القهوة قلت باللي أنه ماشي مشكيل بما أنني عمرني ما خدمت في القهوة سيري هنا جا تجربي وإذا ما عجبتكش الخدمة خرجي أنتي أصلا محتاجة هذه الخدمة في أي أن كان جيت وجربت وتمني تكون ما جيتش نهار اللي غادي نجي غادي نبدأ كنسهول على ديك القهوة باش نعرف البلاصة ديالها حتى وصلت لها وش كون كين فيها وشنو تيخدم فيها تلاقيت بالسيدة اللي خدمت ما واستقبلتني أحسن استقبال والناس والدلالة اللي تم كانوا الله يحمرها دار وراتني شنو غادي ندير وشنو غادي نخدم وكيفاش نقد كل حاجة بلاصة أعطيتني نص نهار نخدم فيه وهي كنت نص نهار لاخر باش نقرأ شوية غادي طلع لنا واحد دري وقال لنا السلام هزيت عيني شوف اللي غادي نشوف فيه غادي تكون أول مرة شفتوا فيها في حياتي وخاة كانت المدينة صغيرة وشيتي عرفشي ولكن هاد الدري بطب عمرني ما شتوا سوى لهم شكون هاد البنت هاد راهنا جات جات تخدم معنا هاد الدري كان هو ولد مولشي وكان حتى هو خدام تماما ولكن ذاك النهار في الصباح في عجلتانا ما كان شو خدام ذاك الامرأة دارت لعندي وقالت لي هاد هو السيد مع من غادي تخدمي أجنتي يا بالعشية أرجعت في العشية ووجحت هو بذيك العشية وغادي بدك يخدم معايا كل شي كان مزيان وأنا ولفت غادي تدوز شهر اللي فيها كنت كانت تعرف على هاد الولد ولد مولشي وخدامه ما خاصني حتى شي حاجة كنت هالله فيها وما منقصي مني منواله والمعاملة كانت زوينة ومحتار مني حتى الواحد النهار غادي يطلبني على الفيسبوك ديالي وعطيته ليه كنت عادي قلت عادي احنا أصدقاء مع بعضياتنا وانا صراحة ما كنش كان نرد البال لدك الحويج وبمأنه الاصل ديالهم بلاسة واحدة اخرى فبدأت يحكي لي باللي احنا في عائلتنا هاش نو كان ديرو شو تقفتنا شو تقاليدنا وهنا بدأ كي يعجبني شي شوية وكي يعجبني انني اندوي معاه وكنسمع ليه بدأنا كانت تواصله في الفيسبوك شوية غادي تطور العلاقة ديالنا للواتساب واحد اللي لا بدأنا كان ندوي وهو يسولني شكون انا بنسبة لك ناجت وهنا فين غادي يطيح لي الفكرة انتاع شنو هو بنسبة لي شو هاد خينا يكون بنسبة لي في قلبي للاسف تم غادي نعرف راسي باللي انه دخينا راتي يعجبني وشي حاجة كثير من الاعجاب واللي تكانبغيه مبغيتش نقول ليه اشنو كاين وبقديمتي يسولني ناجت انا شنو بنسبة لك حتى غادي نعترف ليه واحد النهار وغادي نقول ليه باللي انا تنبغيك هو ما قال لي يا والو خلاني بحلاكك بغا غير يعرف اشنو كاين بقينا على تواصل وعلاقتنا كانت عادية واذا دوت معاه تيقول لي اذا كنا مكتبه لبعضياتنا ومكتبه شي حاجة را خادي تكون انا بعد دار اناوي معاك الحلال غادي يعطني واحد الامل اللي هو كبير وعرفني على عائلته وتكونت مبيناتنا علاقة دي كانت عادية بحلم تعال الخليل والخليلة دياله انا بقيت كان بغيه الواحد درجة اللي ما يمكنش كل نهار كان زيد بغيفي شوية كل نهار تيدوز ما يمكنش ما دويش معاه ولا ما يمكنش ما نشوفوش كان شوفو يوميا سالت قريتي وبقيت خدامة ما تمه من بعد قررت باش انا ننتقل لمدينة واحد اخرى على وديت الخدمة ولكن لقيت راسي بلي انني ما قداش نفرقه وما قداش حتى انني نبعد عليها اصلا وخاكك غادي نزطم على راسي وغادي نمشي نخدم في مدينة واحد اخرى بواحد صالير اللي هو زوين مع واحد الشركة اللي كان زوينة ولكن حسيس براسي بلي انني ما قداش نبعد عليه فقلت هالي دويت معاه قال لي اذا ما عجبتك شناجات ارجعي وانما قديتيش ارجعي انا رجعت لقبله وخدمت من جديد ما في هذه المدينة الصغيرة ما نمر هاد الشي كله بقينا على تواصل كان نخرجو كان نضحكو وكل مره كان نجبدليه الموضوع وكان قولي واشغل بقوضي ما احنا بحال هكا هوتي قولي غير صبري ماكي مزروبة غير الصبري صبري شي شوية من بعد ما قديتش نصبر وكل مره كان نجبدليه نفس الموضوع فبقات علاقتنا غاديا وولينا كانت لقاو وكان نخرجو بزاف لدرجة انني كنت كارية وكان يجي عندي فين كنت كارية ما كانش كتوقع ما بناتناشي شي حاجة صراحة ولكن المهم كانت يجي عندي وبقيت هكاك تل واحد النهار وقلت لي راني عييت من هاد الشي ما غديش حنا نبقاو بحال هكا يعني خاصنا ضروري نديرو شي حل وهنا الاهتمام بدكي نقص مالهضرة وبقيت كنقول لا تشيرها عادي تل واحد النهار فرأس العام غديمشي هو وعائلته لواحد العربية في الجهة ديالهم يجيبوا الزيت وتقضية ديالهم وما كانش ريزوا في ذيكا البلاسة في ذيكا العربية فما غديش ندوي مع بعضياتنا للمدة تقريبا ديال شهر من موراها غدي يرجع فاشترجعت شوفنا ودوينا شوية ومن بعد اخبر عو تاني واحد النهار حتى رقيتم كونكتين مع ثلاثة ساعة الصباح وسوّلته يك يا كلا بسفلان فين هاد الغبور حدو قال لي اراني في عرس ولد عمي عرس ولد عمك اه ايه شي نهار حتى انت غادي تنو تزوج وما غادي تقول لي يا والو كيف ما ما قلتش لي يا بالي انا هو والد عمك رخات ابو دير العرس حيش كانت يعود لي كل شيء لعائلته لا ناجات ما ما توقعش تفكري في أفكار سيلبية واش انا نقدر نخليك واش انا اصلا نقدر نشوف شي وحدة من غيرك وبقى علي باللائحة ديال الشعر قلت لي صافيا فلان ومن هاد النهار الهضراء زاد تكتر بدات كتقل المبيناتنا وانت مشتركة مابيني وما بينه هذا البنت دخلت فيها الشك حيش كانت كتبه اسميه انت على الخليل ديالي فيه وديرها في البروفيل وقلت لها شو العلاقة لكتجمعك مابينك ومابينها تخيتي بقى يتهرب وانت يقول لي لا مابيني وما بينها احتى شي حاجة انا دخلني الشك وما قدرت انتق فيه وانت كل نهار كان ادوي معاه كانوا جبدين الموضوع وطيقوا تقول لي ذلك البنت راما مابينيه وما بينها احتى شي حاجة وانت يرا غير كاتش كيوك ترتي في الشك ديالك بقينا بحلاك كاك كان حاول انني اتغاضع ولكن قلبي ما مريحنيش واحد نار غادي نتلقى معاه وطلبت منه تليفون ديالي ونشوفه لا ما غاديش نعطاهليك علما انه عمرو ما رفض لي هالطلب انا وزع ما يحطني التليفون دياله قل لي اذا عطيت لك نجاس غادي تشوفي شي حويج اللي ما غاديش يعجبوك كيفاش اخويا هذا الحويج شو ما بينكو بين ذيك البنت؟ ديك البنت كتجمعني بها علاقة عادية ديال فيسبوك ماشي شي حاجة انا ما عمرني ما شفتها ولا حتى تلاقيتها يا كاسيدي وخا ما شي مشكل تحطمت ديك الساعة ووقيت كنشوف فيه وانا قل ليها اعطني تليفونك ارفضت وقلت ليه لاخر مرة غادي نسؤولك شنو ما بينك وما بين هاد خيتي وإلا عمرك باقي ما زال غا تشوفني ولا عمرني ما غادي نتدخل فيك غادي يقوليا بكل برودة ديك البنت راكا تعجبني هاد الجملة بالضبط كانت كافية باش انها تدبحني وانا حيا بقيت كنشوف فيه ودموعي كي هبتو لي بحل شي شلال ما عرفت ما ندير شوية شدتني هستيريا ديال بكا وانتع نواح ورجعت للدار وما قال لي يوالو بلوكيتو في الفيسبوك وحتى في الواتساب وبخاك يصوني علي بوحد نمرة ووحد اخرى جاوبتو قالو شنو بغيتي انا ما بغيتش نخسرك انا ما بغيت والو منك اللي يضحك علي يا اخويا ويخوني كنت ندير به نبريك على قلبي وخليته وما بقيش كانت تواصل به ولا حتى كان ندوي معاه لدرجة انه طريق لي كان هوا ساكن حدايا فيها انا ما بقيتش كان ندوز منه وبدلتها وبما انا المدينة صغيرة فكنت ديما كانت لقاه وكي يوقفني باش انه يدوي معايا ويقول لي يا بللي انا اراني ما بغيتش نخسرك اوامني ما بغيتش تخسرني علش كتت هضر مع ديك خيتي انا كنت ديما كل الليلة كنت تنبكي وكان نصلي وكان ندعي الله ونقول يا ربي يا ربي اذا ما كانش لي فيه خير غير باحده عليا كل نهار كانوا يجيوني احلام خيبة عليه وكان فيقه نقول عدو بالله من الشيطان الراجيم كنت خدامة بخير حتى اوليت ما كان نركش في الخدمة ديالي وكل شي لاحظها واي واحد دوا معايا تنبكي دغيا ومور هادش يوقع لي مشكل في الخدمة بسبابه حيث كنت ديما كان بكي وكان فكر فيه وخرجت منها واحد نهار وانا خارجة سنشوفوا وقف معاديك البنت وانا جيت للدار وكان نبكي ونعزت بالدموعي ضربتني الفقه بالليل ولقيت عنقتي ضرني قلت صافي عادي غير هادشي وقع لي بالاحصاب مشي مشكل ولكن فاشفقت الصباح لقيت الصوص مشالية وما قدش ندوي وخرجت لي بحال واحد اللي والسيسة في عنقي واللي كانت كبيرة وكانت تعطني الالام قلت دابة تمشي ولكن وانو فمشيت عن طبيب ودوس وقالي رخصك يدري عملية باش نحيدها لك واذا ما درتي هاش تقدري تصابي بمرض السرطان واسطاعد الشي كله اغادي انسى قلبي واشنواق عليه حسيت باللي انه ربي اعطاني هاد الابتلاء باش انه يهزني من مرحلة الحزن على ذاك الشخص الى مرحلة انني اديها فراسي بديت في مرحلة العجاج لمدة خمس شهور ولكن صحتي غير غدوك تدور وهنا اللي كان شغلي الشاغل ما بقاش اصلك تنفكر فيه وليس كان فكر غير كيفاش انا ننبرع غادي ندخل ندير العملية وخرجت وكنت كانت تمنى انه يصفت لي شي رسالة على وجهه اشدووزنا حيث كان في خباره بلي انه ذاك ليلا كانت عدي العملية المهم ديت العملية على خير وفاش خرجت غادي صفت لي بغيت نشوف كناجات ما قديت نشوفه بقات يقول لي عافك عافك راني بغيت كغير تسمحي لي اشي نهار ولكن انا ما قدرتش نسمح ليه وقلتها ليه من المور داك الشي بريت بفضل صحاباتي والناس اللي كانوا قربين مني ورجعت لصحيحتي وليس كان حاول ان انا ننساه وخه بعض المرات كان تفكره وكان بقى تمبكي بزاف هاد العام غادي ندووز ليلا كحلا العام اللي غادي نعرف فيه اولا النهار اولا اللي اللي غادي نعرف فيها باللي انه خاطب وغادي تتوش ساو عشر في شهر ثمانية كان عنده العرس ذيك اللي لا كنت دايزة من حد دارهم وانا نشوف الطموبيلات ديال العرس خارجين من دارهم وانا نطل يتحاب لي غير عرس عادي طليت والقيته هو العريس ثم بحيلا رجعت اللور بقيت تنبكي لدرجة انني بقيت تقول اعلاش هي وماشي انا اعلاش ماشي انا شنو نقصني بقيت كان بكي في الزنقة وما قدرش نحبس راسي بحيلا شي حمقه بقيت تنسو الراسي اعلاش هي وماشي انا ابغيته من قلبي واعطاني امال ولمح ليه وفي الاخير امشه وزاد وخلاني وبتلني واش ماشي من المستوى ديالهم الله اعلم لحد الان تنسو الراسي اعلاش ماشي انا الحمد لله انا اليوم خدامة ومزيانة وجوني عروض متاع الزواج ولكن ما قدرش ما قدرش نساه وخاء الزوج وبناحياته انا ما زالت نفكر فيه وما قدرش نسمح ليه وخاء ايامي يطلب فيه السماحة انا اليوم ما عرفاش كيفاش نتجاوز هاد المرحلة وكيفاش نعيش حياتي من موراه وخاء ما بقاش كنفكر فيه كيف في الاول ولكن باقي في التفاصيل ديال حيوتي تيطلع ليا فيهم بسبب هاد الشي ولا اي واحد تي دوي معايا تنمشي تاندوي معا بدون ما نفكر غير باش ننساه الضرجة اللي يسمح ليه حتى وليس كنفكر كيفاش نتجاوز هاد المرحلة وننساه وكيفاش نبني مستقبالي بلابيه قصتي كانت منها تكون عبرة اللي بنات انهم ميتقوش حتى يضربوا لك حلف البيض وذيك الساعة حتى اذا اعطيتوا لقلوب ديالكم ركا تعطوها في الحلال وتقدروا انكم تجاوزوا ذيك المرحلة وريوسكم مرفوعه هذه هي حكايتي وهذه هي حكاية نجاتي يا سادة يا كرام أول حاجة أعرفتي علش ما شنتي علش ما اختارك شنتي واختار واحدة أخرى ورغم الدعاء ديالك حيث مولانا يعلم كل شيء ويبصر القلوب ويعلم كل ما بها يعلم الخبايا انت عندك الإنسان يضعطه لك وشنو يقدر يوقع لك معاه وما تخفيه النوايا دياله وشنو طاوي لك في نفسه يعلم المشاكل اللي غادي توجهها والصعاب اللي غادي تدوزي بها معاه عارفتي علش ما شنتي حيث مولانا قادر على أنه يغير حالك وتغير الأوضاع ديالك ويجبر بالخاطر ديالك فإنه يبعد عليك ما لا تعلمين فيما تتمنين أرضاي وحمد الله وقولي لعله خير وتكلمي مع عقلك كل نهار باللي أنك تيقف مولانا وراضي في ذاك الشيء اللي عاطيك وباللي أنه مخبي لك الخير من مرهد شي كله لأنه الله غادي تجوزيه وغادي تنسيه مع الوقت لأنه الحمد لله كانت نعمة النسيان أعطي فرصة لراسك وما تبتلش حال ديالك الحالي بالحرام ما تقولش أجمسه بوحد الشخص وحد آخر أو لا بوحد العلاقة ديال الحرام أو لا غيرها حيث تأكدب لي أنك غادي تضلمي راسك وما غاديش تلقي مخرج لهذا الباب إذا دخلت إليه صلي وتجهل القبلة ديالك وقولي لمولانا يا ربي يا حبيبي تولى القلب ديالي راهو ما بين يديك نقيه وبدل الحال للأفضل وهل تظنين بلي أنه أو لا ما غاديش يستجبلك فدوام الحالي من المحال دوامي على الإلحاح في الدعاء لأنه الدعاء يخير الأقدار وما غاديش ينسك تعالى أدي كانت حكايتنا الليلة يا متابعين يا كرام خلوا كلام جميل فوق من كلام ديالي النجات نطلقوا في حلقة بعد غدا إن شاء الله ستكون حلقة دينية بامتياز نمتوا في رعاية الله وحفظي مرة أخرى سلام سلام